لاعبين استخدموا ذكاء أينشتاين فكانت النتيجة خيالية السلام عليكم متابعي قناة هايسبورت الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم من الجيد دوما استخدام العقل بدلا من الأقدام وبالأخص في عالم كرة القدم لأن ذلك سيدر الكثير من النتائج الرائعة في الملعب لذا في هذا الفيديو سنشاهد لاعبين استخدموا ذكاءهم في مباريات كرة القدم فكانت نتيجتهم خيالية لنبدأ كرة مميزة تنطلق من قدم هذا اللاعب لتصل إلى زميله والذي قام بكعبه بوضع الكرة بالشباك بطريقة استثنائية يمكنكم أن تشاهدوا لاعب لازيو والذي من لمسة واحدة قام بإعطاء الكرة إلى زميله ليأخذ انفراد أمام حارس المرمى ليقوم هذا الأخير بتمرير الكرة إلى زميله والذي وضعها في المرمى الفارغ تماما شاهدوا كيف قاد لاعب نابولي هذه الكرة إلى مرتدة رائعة بعد أن راوغ اللاعب الأول ليتقدم بالكرة بهذا الشكل ويعطيها إلى زميله والذي وضعها في الشباك كما تشاهدون يتقدم لاعب بايرن بالكرة بهذه الطريقة فيمكنكم أن تشاهدوا كيف راوغ اللاعب من أمامه وبعد ذلك قام بمراوغته مرة أخرى ليدخل منطقة الجزاء ويضع الكرة بالشباك بشكل مميز كما تشاهدون يقوم لاعب بلستر سيتي بتمرير الكرة إلى زميله ليتقدم بالفراد أمام الحارس ولكنه رجع بالكرة وعطاها تمريرة مميزة إلى زميله ليضعها الأخير في الشباك بعد مراوغته حارس المرمى يتقدم لاعب إشبيليا بشكل مميز ويقوم بمراوغة لاعبي برشلونة بفن رائع وجميل ويضع الكرة في الشباك تيروشتيغن بهذا الشكل الإبداعي شاهدوا الذكاء العالي من لاعب تشلسي بأن قام بعضم لمس الكرة لتذهب إلى زميل آخر داخل منطقة الجزاء بعد أن انسل بين المدافعين بطريقة مميزة ليستلم الكرة ويسجل هدفا رائعا يتبادل نايمار الضحكات مع حارس المرمى فشاهدوا كيف قام بتمرير ركلة الجزاء إلى زميله ليقوم الأخير باستلامها ووضعها في الشباك تقدم سيرجو راموس لتنفيذ ركلة الجزاء فعندما وصل إلى الكرة قام بتمريرها ليضعها كارين بنزيمة بكل سهولة في الشباك فيا ريال شاهدوا هذا الذكاء المميز بتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة بين لاعبي موناكو شاهدوا كيف وقفها اللاعبين ليسددها اللاعب الأخير بهذا الشكل ويضاعها في المرمى يستلم لاعب باير ليفركوزن الكرة من زميله بعد اللاعبها من الركنية ليقوم بلف الكرة بشكل مقوس فتدخل الشباك بطريقة مميزة جدا تمريرة رائعة من ميسي على رأس اللاعب بغريزمان والذي قام بتمريرها إلى اللاعب جوردي ألبا ليضعه في الشباك وتكون ريمونتادة لفريق برشلون تمريرة رائعة من كاليان بابي إلى زميله والذي لاحق على الكرة بهذا الشكل ووضعها على رأس زميله مباشرة ليقوم الأخير بتسجيل هدف رائع برأسه كما ترون قام لاعب وولفر هامتون بمروغة خصمه ووضع الكرة بين عقدامه وتقدم وقام برفع الكرة لتنزل على رأس زميله ويضعها الأخير هدفا في الشباك استلم اللاعب بيدري الكرة وبطريقة جميلة ومميزة قام بعطائها بالكعب لميسي والذي وضعها بالشباك بطريقة ذكية عبر زاحفة أرضية بهذا الشكل شاهدوا كيف قام لفندوفسكي بخداع حارس المرمى بتنفيذه ركلة الجزاء ووضعها على يمينه كما ترون شاهدوا هذه التمرير المميزة بالكعب من نيمار انظروا إلى الذكاء العالي بتنفيذ ركلة حرة ثابتة من أولاء اللاعبين فقام بتمريرها إلى زميله داخل منطقة الجزاء ليقوم الأخير بوضعها في الشباك بهذا الشكل تمريرة مميزة للغاية من لاعب نابولي فشاهدوا كيف كان زميله متمركزا بشكل جيد ليستلم هذه الكرة الرائعة ووضعها بالشباك بكل سهولة كما تشاهدون ليسي هنا يعطي تمريرة بين لاعب ريال بتيس بشكل مميز جدا شاهدوا هذه التمريرة من لاعب بروسيا دوركموند إلى لاعب آيرنين هلاند والذي دخل بهذا الشكل ووضع الكرة مباشرة في الشباك هنا اللاعب فيرمينيو وسط هذه الغابات من السيقان قام باقتطاف الكرة وبالكعب أعطاها لمحمد صلاح ليقوم الأخير ومن عمسة جميلة بالوضعيات الشباك هنا كريستيانو وهو واقعا على الأرض قام بتمرير الكرة بهذا الشكل ليكملها زملائه بالفرق تمريرة في غاية الروعة من لاعب نابولي إلى زميله والذي قام بتغيير اتجاهها بلمسة راقية لتصل إلى زميله داخل منطقة الجزاء يمكنكم رؤية تمريرته المميزة هنا لاعب مانيونايتد يتبادل الكرة مع زملائه بهذا الشكل ولكنه استلمها مرة أخرى يقوم بهذه الطريقة بإنزالها بالشباك كما تشاهد شاهدوا بعد أن استلم جريزمان الكرة كيف قام بوجه القدم بتمريره إلى جوردي ألبا والذي قام على الطائر بوضعي بالشباك بهذا الشكل الرعب هذا اللاعب استلم الكرة من زميله وقام برفعه من فوق قسمه وتفاديه بطريقة مميزة وتقدم بهذا الشكل وسدد الكرة ليضاعها في الشباك شاهدوا هذا الذكاء الرائع من لاعبي يوبينتوس بتمرير هذه الركلة الحرة الثابتة لكريستيانو رونالدو والذي وضعها بتزديلة مميزة في الشباك قام لاعب فلفسبورد وبدكاء عالي بتمرير ركلة حرة ثابتة إلى زميلهندات العنطقة الجزاء والذي التفى مباشرة ووضعها كما تشاهدون بشكل آخر هنا منظومة تمرير مميزة من لاعبي بروسيا دوتموند فيمكنكم أن تشاهدوا تبادل الكرات الرائعة للغاية وبعد ذلك تصل الكرة إلى هذا اللاعب ثم يتقدم إيرلينغ هالند ثم ينظم اللاعب برفع الكرة بهذه الطريقة لتصلها على رأس إيرلينغ هالند فيضعها هدفاً في الشباك هنا قام لاعب منجسة اليونيتد بتمرير الكرة من لمسة واحدة ليتقدم بها اللاعب راشفورد انفراداً تام أمام الحارس فشاهدوا هذا الأخير كيف وضع الكرة بالشباك بشكل رائع هنا يقوم لاعب باير يونيغ بخطف الكرة بهذا الشكل والتقدم من أمام هذين اللاعبين الواقعين على الأرض ثم يعطيها إلى لبندفسكي ليقوم هذا الأخير بتثبيت المدافعين أمامه ووضع الكرة بالشباك بشكل مميز يمكنكم مشاهدة منظومة التمرير المميزة من لاعب لادزيو إلى زميله والذي قام بالدخول إلى منطقة الجزاء ويعطاء الكرة إلى زميله الآخر بعد أن رفعها من فوق الحارس يضعها الأخير هدفاً رائعاً